السلام عليكم ورحمة الله حصة اليوم سوف نخصها كيف عادة الحصة الأخيرة والفيديوهات الأخيرة التي نشرناها على القناة الانتحان جهوي نخدم الانتحان جهوي 2018 طبيعة الحل سوف نشرحه بالفرنسية والعربية لكي تعمل استفادة للجميع لأن الهدف لأن الهدف ونحن لم نقرأ كل التلاميذ تحقق المعدل جيد في الجهوي وخصوصا في مادة الفرنسية سوف نقرأ مجرد مجرد يوم الجمعة يوم الجمعة والأب كان مفتخر كثيرا تحقق لتحقق 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 بطبيعة الحل بطبيعة الحل لتحقق 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 بكل تأكيد ما كان هو هذا الهدف ديالي ما كانش هو هذا الهدف ديالي أنا نقول له واحد العالم الموصفين إذن الموصفين إذن الموصفين إذن الكلمة ديال الرجل الدين أو العالم في ذلك الوقت بالنسبة لي يتكلم بطبيعة الحالة الراوي كان يشوفه هو واحد الشخص يعني ضخم يعني البدين وبطبيعة الحال عنده واحد الوجه فجور هنا هي بطبيعة الحالة الوزاج واحد الوجه اللي هو بطبيعة الحالة كبيرة إذا أريد أن نقول له وكله بطبيعة الحالة يعني فهل اللحية بزاف وفيتمان أمبل هذا الشخص هذا اللي هو لسفن بطبيعة الحالة دائما كي يلبس ملابس لبيضاء واسعة أو توربان مونيمونتال وحد العماماتقلي ديا لا يوجد أمه هذا الشخص هذا ما أعمر جاني لبل ديالي و الخطر ديالي بأنه سأقول له هذا الإنسان هذا اللي كان وصفه هنا فهنا ما بغيش هذا الشخص جابرنة جابرنة شاك جور ملابس 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 كله نهار كنحفظ الدرس ديالي يعني بطبيعة الحالة المقصود هنا القرآن علاش لأنه كنت نحس دائما بأن الأباء ديالي يعني الأب والأم ديالي كي بغيو هاد شي هادا و كي بغيوني أكتار من اللي كي شوفوني كنشده و سوفتو جابرنة لانسانة بغيوة ديالي سبب آخر بطبيعة الحالة اللي كي خليني باش نحفظ هو أنه باش انبعد من العقاب بطبيعة الحالة ديالي كالعصال اللي كانت عند اللي فقه ديال كي ما قلنا لكون ياسي ديال الشجارات السفرجل جمعت تخاصي عن واغ برغام كنت دائما مستر كنت كنستر واحد البرنامج جسكو ديجاني جابرنة اوك فرغغ لفرسي إذن حتى المنتصف النهار أو حتى الغداء كنت بطبيعة الحال كنحفظ بوحد بوحد شكل كبير الايات القرآنية ولا ديال الجزء بطبيعة الحال ديال القرآن اللي هو خصوه حفظو الراوي تخاصي بطبيعة الحال مكتوب علي لابريميدي في العشية بطبيعة الحال بعد الزاول كنت كنخصص واحد جوج ديال الساعة اللي كنت كنرطح فيها كنحلم فيها كنت كنفوزو كنرطح فيها سنبلان دو سكون ديال بطبيعة الحال بطبيعة الحال اللي كان ردد ديك اللي بطبيعة الحال الايات القرآنية بوحد شكل اللي هو يعني بطئ على ستخي في هذه الفترة ديال السراحة جو ديال طو من انتران هنا بطبيعة الحال كندير اي حاجة بطبيعة من نسبر سيشابه ديزة 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 خوات ديالي هنا بطبيعة الحال يعني الدهن ديالي وكي يسرح وكي يخرق ديك بطبيعة الحال الحدود ديال الأصوار ديال المدرسة ودية المدرسة وصلنا لي اكسبلوغي نوتر الونيفر باش كي يمشي بطبيعة الحال يكتشف واحد العالم اخر أو فضاء اخر لا نسيبسي أكونا هنا بطبيعة الحال ما كان في هذه الفترة ما كان كي يكون عندي حتى شي مانع دان ست اونيفر جنتي با توجور ام بتي برينس فهد العالم هذا اللي كنحلم فيه ما عمر بطبيعة الحال كنت فيه يعني أمير أو كانوا بيساي لازات خالي شوز اللي من خلال بطبيعة الحال كارسني انطيع المختلف يعني الأمور اللي كتحكم فيها من أشخاص أو من أشيع إل ماريوه إل ماريوه بطبيعة الحال كنت خيل بأنني ديجا وليت راجل لهم كجي سووتي كجي سوتي اتر بلتار هادك راجل اللي كنت منه دائمان انني انوليه يعني بأكسسورة اح precis جميع فيه عوبي وواقصي يعني كاويل بنا مع انعلي أند يعني يعني لابس يعني يعد بليالي مليء بالحنان هنا سوف ندوزو الأسئلة بطبع تحال إتودة التكس يعني كنتكسualisation سؤال الأول يوجد 4 أرهور دانفرماشن دون ستكسد دي برزنطس كوريجيلي puis ركوبيلو تكسد هنا في هذا النص لغادي نشوفو دابا كيين أربعة ديال الأخطاء كيين أربعة ديال المعلومات اللي هي خاطئة خسنا نعرفوها ونصححوها La Boata Merveille est un roman à thèse publié au 19ème siècle إذن La Boata Merveille هي بطبع تحال واحد لقصة اللي هي كما كنقول en roman à thèse اللي تنشرات بطبع تحال في القرن del 1916 لنراتور يراكونت لسولتو دان لنفان عجي de ستان vivان aux environs ديال الأخطاء هنا راوي كي يحكي الوحدة اللي كي عرفوها واحدة التفل اللي عندو سبع سنوات و اللي عايش في الدواحي ديال مدينة تفس إذن في هاد التكست هاد كي ين أربعة ديال المعلومات اللي هي خاتئة دكو كنظن بأن بأن سهل باش اللي قاوها دكو بحيد أول حاجة هي رومان à thèse بطبع تحال La Boata Merveille سي پا un رومان à thèse سي تا رومان أوتوبيوغرافيك تاني حاجة هي أن la publication ديال La Boata Merveille مكاين ما كانت في القرن التاسع عشر بعد كانت في الفنتيام سيكل كانت في القرن الماضي اللي هو القرن العشرين ثالث معلومة خاطئة هو لاج ديال الفان بأن الفان نتي باج ديال سيطان ما كانت عنده ست سنوات بل كان عنده ست سنوات سيزان والمعلومة الأخيرة هي بطبيعة الحال بأنه كان ساكن في مدينة الفاس في المدينة القديمة ديال الفاس وماشي في الضواحي ديال مدينة الفاس سؤال تالي ريبوند او كسين سيوان سيطان 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 ديال ديال وماشي ديال الانفان ربري غوة لكول غراس هنا بطبيعة الحال احنا كان عرفو بأن من اللي قرنا وشرحنا هاد القصة قلنا بأن سيدي محمد اللي هو التفل كان عنده صعوبات في الأول ديال الموسم الدراسي يعني من اللي كان بقي في فصل الشتاء كان عنده صعوبات كان عنده صعوبات باش يحفظ القرآن إلى آخره ولكن من بعد بطبيعة الحال خصوصا في فصل الصيف يعني يبدأ يشاهد وبدأ تداكيرا دياله كالتقوة ويحفظ بسهول إذن السؤال هنا هو الانفان غوة غوة غراس يعني هاد الطفل بدأ يبغي المدرسة علاش واش بسبب غراس au changement de décor دياله مصيد واش الفضل يرجع للتغيير ديال 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 المدرسة ديال المصيد او لا على نوفو فقه جا واحد الفقه جديد جا واحد لأسسة جديد او لا احتمال الثالث على شد نوفو فتن يعني هاد الشيادة بفضل أنه شرا ملابش جديدة شوزي سيلا بان غيبون سيد هاد ثلاث ديال احتمال فيها واحد لطبيعة الحل صحيحة سؤال موالي افان بخوا فيتي البرق دالي عليكو الكورانيك علاش قبل فحل يقول دا بعد كان كي خاف باش يمشي للمدرسة وكان كي خاف باش يمشي للمسيد هنا الإجابات بالنسبة السؤال بطبيعة الحل غاس وشانجم ديكور 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 نحن رأينا بان ملت فصل الصيف الحرارة لا تطاق ارتفعت بشيء ونحن نعرف حتى الآن نعرف مدينة فصل الصيف يكون فيها حرارة مرتفعة فبالتالي ملت بالضيكور ديكور ديكور هذا ساعد نفسية الطفل بطبيعة الحل بالنسبة للسؤال الثاني اللي هو أعلاش بطبيعة الحال كان من قبل ما يريد المسيد قبل يوجد المسيد لأن الفقية كان صغير إذن بطبيعة الحال هنا كان اعتبر رؤية الجواب هذا صحيح لأن من قبل كان فعلا كان الفقية بطبيعة الحال واحد الإنسان اللي صعيب بزاف واللي بطبيعة الحال كان يخاف منو سيدة محمد خصوصا يوم طول التالي كان مخصص للصدهار الآيات القرآنية فبالتالي بطبيعة الحال ممكن نأكسبت توت رؤية ممكن قبل أجوبة أخرى اللي كان تمشي في هذا صنع سؤال سؤال الثالث الناراتور أفرني سي لسون pour فار بلزير رسم إذن هنا كنشوف بأن الراوي كان يكون يفتخر به وبطبيعة الحال فرحم به إذن واش من القرين النص دابع عدو راني شرحتو بالعربية واش في رأيكم هاد المعلومة صحيحة ولا غلطة واش الراوي كان كيح في الدروس دياله باش يرضي المعلم دياله وبطبيعة الحال اللي هو اللفقه واش هاد المعلومة صحيحة او لا غلطة فري او فص سؤال موالي رألو دان le تاكس او جس فرح إذن سخر جوم مصر واحد الجوم لا ولا واحد العبارة اللي بطبيعة الحال كات بيين واش هاد المعلومة صحيحة او غلطة لنت بازاو عليها باش نقول او سي فري ولا سي فو سؤال ربع كال سنتمان اللي بطبيعة ركوان ان ركوان ركوان سا ركوان او او الاحساس اللي كان عند الاب بطبيعة الحال مل اللي حكا لزوجة ديالو على لذيك الحيوار اللي كان عند و مع الفقه الفقه كالفغور ديالو اللي بطبيعة اللي بطبيعة اذا هذيك الجملة اللي بتبعت الحال كتعطينا الشعور الاحساس اللي كان عند الاب في ذيك الساعة اللي تلقى فيها ال هش نسميت الفقه هذيك الجملة واش كتعبرنا واش هي كفغور ديالو سي تستعملت باش تعبرنا على واحد مع ديالو ننغري النشوف وهذا جملة هاديش نلمطلوب refaites cette phrase au discours direct en commençant par لفقه avait assuré au père ونكملو إذن هادل جملة هادي بطبيتحال احنا كنشوفو بأنها عبارة على un discours indirect لفقه avait assuré au père que si son fils continue à travailler avec autant de cœur et d'enthousiasme il deviendrait un jour un savant هذا discours indirect غدين حاولو ما أنكم باش رضوه عبارة على le discours direct يعني غيكون عدنا لدي يومي وغان حايدو هادك وبطبيت الحال غدين شوفو واش عندنا le verbe introducteur اللي هو هنا avait assuré إذن وادحا بأنه هذا c'est plus que parfait إذن c'est le passé وطالما عندنا بطبيتحال هنا le verbe introducteur في le passé إذن خسنن عمل transformation ديال le verbe اللي هو ما بطبيت الحال ديال 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 مثلا هنا 600 fils هادك 100 fils 100 اللي يف 3 person ديال singgulier خساب بطبيت الحال ما توليش ها خسنن شوفو واش غد تبدل continue اللي يف l'imparfait دكار continue اللي يف l'imparfait بطبيت الحال l'imparfait في الدISCOUR INDIRACT normal مال اللي كون لverbe introdukteur في l'PASSE شني كتكون في الدISCOUR DIRECT كتكون PRESENT الPRESENT كي ولي imparfait هنا نفس الشي هنا عدنا deviendري اللي هي CONDITIONNEL PRESENT إدان الCONDITIONNEL PRESENT في الدISCOUR INDIRACT شني كي كون في الدISCOUR DIRECT كي كون فUTUR SAMPLE إدان هاد الverbe رسي ولي فل PRESENT و هاد الفعب سيولي كذلك في الفيتور SAMPLE طبعا كان عطي هذه الإشارات لأن كان عارف بأن هذا الدرس هذا بزاف ديال كلمات ما كيد بتو بطبعا بطبعا ان هم كين سا و ل كين جوزون أو حفظو هنا كون تيتر د ربانس إدان هاد الجملة اللي 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 إذا كان يحفظ لكي يتفادى العقوب السؤال ليس لما هو ما هو الإحساس للأب بطبيعة الحال في الساعة التي تلقى الفقه كيف يتحدث مع أمه ورأيناها في الجملة الأولية في النص يعني أنه يحفظ لأنه يحفظ لأنه يحفظ لأنه يحفظ أو أنه يحفظ أو أنه يحفظ أو أنه يحفظ أي سينونيم الذي يحفظ على الفتخار يمكنه أن نكتبه يمكنه أن يحفظ أي أنه يحفظ إذا كان يحفظ أنه يحفظ أن يحفظ يمكنه أن يحفظ أنه يحفظ أنه يحفظ هذه الفيگور دوستيل نغمالمن ستون إيبربول لأن فيها واحد مبالغة شديدة من اللي كنقولو غنفلي دوكي راها ستون إيبربول ما عنده تعالقه بطبيعة الحال بلانتيتاز لأن ماكينش تماشي عبارات المتضادة وماكينش انافوغ ماكينش تكرار ديال البداية ديال الكلمة ديال كل الجملة إذن هنا غنرجعو نترانسفورماشن ديال هاد الجملة اللي في الدسكور عن ديالكت شنيرتو اللي في الدسكور ديالكت لفيس عفوان لفقيه أفا سي تنفيس إذن هادك سنفيس ديال 300 برسان دو سنجلير سترجع تن داكور لأن اهو اواك يهدر معاه إذن إذن إذا إن حاولدك إذا إذا وت horizontك كمل واستمر في أزي fillingJIال или دليال دكور جناً لالverب الذي كان في الام ماء مل Äو L itp والverب الذي كان في ماء كودش m the present او لطبيعة الحال سؤال سادس كاليماج ايوكات المهم للمعاتل إذن ما هي الصورة التي توجد في الدين على العالم ديال الدين أو رجل الدين أو العالمون جنرال ست إماج اتل بريزنتي دمانيخ فالوريزوند أو ديفالوريزوند هات صورة هذية واشتقدمتنا فالنص بواحد القيمة اللي هي إيجابية أو لسلبية كيفاشتقدمت هاد صفة ديال الرجل الدين سؤال موالي سؤال موالي فالنص بواحد ومعارضة إذا نستخرجه من نص واحد الصفة اللي هي عند علاقة بالجساد أو بالواجه إلى آخره وصفة أخرى اللي هي عندها على قبل طبع يتحل بشخصية ديال ذيك الرجل اللي خصو يقول له سيدي محمد من اللي يكبر سؤال تامين أفوت خافي لَيْوَالْ لَا لا يستطيع للمده سيدي مجانب بالجرد فرأيك حنا كنشوفو كنعرفو دايما بأننا جوجت لأسئلة آخرى كتكون أسئلة مفتوحة فرأيك إنتا أو إنتي واش هاد الطيفل كان عندو الحق انه يدير نفسو في حالي زعما كي حفظت دروس ديالو بعد الزوال سؤال الأخير أحبت أن تتعاملين على الأساسي أو أحد أجل؟ أجلتك على تجاهزة بشكل أجل إنت أو أنت كيف تفضل لتجعل المتحان بحدك تراجع بحدك تحفظ بحدك أو لا أحد أجل يعني في مجموعة يعني جوج أو ثلاثة إلى أخرى يعني مع بعدياتكم وبالطبع الحلق سنة نستخرجوا من نص نعطيه واحد الحشة بطبيعة الحلق نتبازه عليها لكي نختاره الاختيار الأول المراجعة بالمفرد أو المراجعة مع المجموعة إذن الآخر التي اقترحت بطبيعة الحلق ما هي الصورة التي تكون هنا في الدين على الرجل الدين هو أنه أم نوم أوبازة فرنجة وفرنجة وفرنجة بطبيعة الحلق من المراجعة التي تتحدثت من المراجعة المراجعة وفرنجة هذه الصورة عندها حلقة إيجابية والسلبية نرى بأنها سلبية معك من الأسف نظر لما هي نظرة إيجابية على حلق الرجل سؤال سؤال مواليش كيف يدير بطبيعة الحلق سيدة محمد بعد الزوال هو أنه غاذ غاذة 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 بطبيعة الحلق كنا نعرف الأسباب كي يدخل في بطبيعة الحلق بطبيعة الحلق يعني أب والأم راويرها خصصنا لفديو تقدروا ترجعون له بطبيعة الحلق سيجبره بالنسبة السؤال المقبل الأخير قلنا كل واحد يقدر يعبر كما أحب الجواب للسؤال الثامن بأن في رأيكم أنتم هذا الطفل كان عنده الحق أنه يدير نفسه كيراجع ويحفظ دروسه بعد الزوال كان اقترحوا الجواب لأنه يجب أن يتعلم هذه المساعدة لذلك يجب أن يتعلم لذلك يجب أن يتعلم لذلك حتى يتعلم حفظه قبل أن يصل إلى الزوال لذلك يجب أن يتعلم من قليل ويحلم ويجب أن تفعل ما يريد في الساعة التي تكون من بعد في طبيعة الحل يمكن أن نجاوب إجابات أخرى تعتبر صحيحة دائما لذلك لذلك يجب أن تكون مقنعة بالنسبة للمصححة لكي أعطيك النقطة مكمولة نحن نعطيه غير بعض الاقتراحات لذلك 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 يمكن أن يكون مقابل لذلك 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 يمكن أن نجبر ما نعرض عليه بالأفكار والفهمة والأصدقاء والأصدقاء لذلك 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 هذه طريقة جيدة للمراجعة هناك تسالي بطبيعة الحال الحصة والفيديو اليوم إذا أعجبك الفيديو اضغط على الزر اعجاب واشتارك في القناة بطبيعة الحال لذلك لذلك وإذا كان سؤال أو كومنتر مرحبا به سنجاوب عليه في الحين بالتوحيق النجاح لجميع بطبيعة الحال تلميذ سنة أولاوك